بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيف شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى النبي آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك يعني حواء عليها السلام الله تبارك وتعالى بعد أن خلق آدم وخلق حواء كما خلق آدم ابتداء من غير أب وأم قال لهما اسكن الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة اللي هاي الجنة بمعنى البستان وكانت من جنان الدنيا مو من جنان الآخرة لأن جنة الآخرة اللي يدخل فيها يخلد ولا يخرج منها أبدا يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن جنة آدم فيقول جنة من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر ولو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبدا في هذه الجنة أسكن الله النبي آدم وحواء صلوات الله عليهما وقال لهما كل منها رغدا الأكل الرغد يعني الأكل الواسع المرفه المبارك لأن أرزاق الجنة كثيرة فالأكل من أرزاق الجنة يكون أكلا مرفها ومباركا بلا زحمة ولا تكلف وكل منها رغدا حيث شئتما من أي مكان من أطراف الجنة ولكن أكو استثناء شنو هذا الاستثناء؟ ولا تقرب هذه الشجرة لا تقرب بالأكل من هذه الشجرة نهو عن شجرة واحدة اللي هذا الناهي نهي إرشادي مو نهي تحريمي هذا مثل نهي الطبيب للمريض اللي يقول له لا تأكل هذا الشيء اللي يضرك هذا الشيء اللي حامض مثلا هس المريض إذا أجه وأكل هذا الشيء وتمرض استبرد مثلا يومياً وقع بالفراش هل فعله حراماً؟ الجواب لا إذا تريد تكون صحيح وسالم لا تأكل من هذا الشيء المضر إذا تحب تكون مريض فديومياً ثلاثة على راحتك الناهي الإرشادي معنى أنه إذا تريد تبقى بالجنة لا تأكل من هذه الشجرة ففائدة عدم الآكل للنبي آدم وحوى أنهما يبقيان في الجنة ولا يخرجان منها كما قال الله تعالى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى فإذا أكلتما من هذه الشجرة فتكون من الظالمين يعني تظلمون نفسكم تحرمون نفسكم من هذه الجنة الإنسان إذا حرم نفسه من الخير يقولون هذا ظلم نفسه حرم نفسه من هذا الخير الظلم شنو معنى؟ الظلم معنى وضع الشيء في غير موضعه فتكون من الظالمين يعني راح تظلمون نفسكم بالخروج من هذه الجنة التي فيها كل أنواع الراحة الأنبياء معصومون ما يرتكبون المحرمات لا المحرمات الصغيرة ولا الكبيرة حتى المكروه ما يسووا لأن المكروه قبيح والأنبياء ما يفعلون القبيح هذا النهي مثل ما قلنا النهي إرشادي مثل كلام الطبيب فأثر الأك من هذه الشجرة الخروج من الجنة الله أرشدهم إلى هذه الحقيقة هس السؤال أنه شنو كانت حقيقة هذه الشجرة أكفر الرواية لطيفة هنا للإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول ولا تقرب هذه الشجرة شجرة العلم شجرة علم محمد وعالم محمد صلوات الله عليهم أجمعين الذين آثرهم الله عز وجل بها دون سائر خلقه فإنها لمحمد وآله خاصة دون غيرهم وهي شجرة تميزت بين أشجار الجنة أن سائر أشجار الجنة كان كل نوع منها يحمل نوع من الثمار والمأكول وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البرة والعنبة والتينة والعناب وسائر أنواع الثمار والفواكه والأطعمة ولكن الشيطان لم يتركهما وتدخل في الأمر ليخرج النبي آدم وحواء من تلك الجنة هذا ما سنذكره في الآية القادمة إن شاء الله وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر